صباح الخير لإجلاء تقريباً عشرين مصاب وجريح ومريض من مستشفى المعمداني في مدينة غزة نحن الآن بانتظار الحصول على التنسيق للانطلاق لمدينة غزة نتمنى طبعاً أنه طواقمنا تروح وترجع بالسلامة لا يصير لهم أي احتجاز أو ضرب مثل الحالات التي صارت مسبقاً لا يصير فيه اعتقال لأي زميل من زملائنا إن شاء الله كلهم بيرجعوا بروحوا وبرجعوا وبيجلوا المصابين اللي في حاجة للرعاية الطبية العاجلة صباح الخير اليوم الجمعة 24-11 مفروض أنه الهدنة بدأت الهدنة الإنسانية حالياً إحنا في منطقة على بحر مدينة خنيونس في انتظار الحصول على التنسيق للانطلاق لمدينة غزة لإجلاء المصابين والجرحى والمرضى من مستشفى المعمداني الكلام صار على أساس أنه يتم إجلاء عشرين مصاب وجريح أو مريض مع واحد تقريباً من من ذويهم أو الأشخاص المرافقين لهم إحنا في انتظار الحصول على التنسيق حالياً للانطلاق لمدينة غزة للسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الموجودة حالياً هي عشر سيارات إسعاف من مدينة خنيونس